اشتركوا في القناة نحن نتحدث عن معرض الصناعات والمنتجات الأردنية الذي يواصل الحياة والاستمرار والحضور في فلسطين هذه المرة للمرة الخامسة على التوالي يقام في فلسطين ولكن في مدينة جنين حيث يقام رغم الظروف والمعيقات الاحتلالية كل عام في مدينة مختلفة هذا ربما يعكس نتائجه إيجابيا من خلال أرقام التبادل التجاري بين الأردن وفلسطين وأيضا هذه الاستراتيجية دائما تنفذها وضمن استراتيجية منظمة من قبل غرفة صناعة وتجارة عمان وأيضا هناك شركة تصر في كل عام على تنظيم هذا المعرض نتحدث عن إيفنتيف شركة إيفنتيف التي تصر في كل عام وتقيم هذا المعرض ضمن استراتيجية مختلفة في كل عام وضمن شروط مختلفة في كل عام هذا العام شارك ما يقارب أكثر من خمسين شركة أردنية في المعرض وباختلاف السلع وباختلاف المنتجات للحديث أكثر عن هذا الموضوع نستضيف الأستاذ محمد خريس مدير شركة إيفنتيف المنظمة المعرض أهلا وسهلا فيك أهلا فيك وأيضا هناك لدينا الضيف عزيز من الأردن الشقيقة الإعلامي ساهم عبادي إعلامي أردن يسعد صباحك يسعد صباحك يسعد صباحكم وأهلا وسهلا فيكم يعني إحنا دائما معاكم لسنة الخامسة على التوالي في هذا المعرض الذي يقام في فلسطين وتحديدا في كل عام أنتم بتصروا على أنه يقوم أو يقام في مدينة فلسطينية مختلفة هذا العام في جنين على سبيل المثال لماذا هذا الإصرار؟ ما هذه الاستراتيجية التي تنظمونها في كل عام في مدينة مختلفة؟ ربما يمكن ما أريد أن أتحدث به أحد أهم أسباب النجاح هو الشراكة ما بين المنظمين دائما في كل عام طبعا تنظيم هذا المعرض من قبل غرفة صناعة عمان يكون لديها شريك غرفة تجارية التي تنظم بها هذا المعرض وأيضا المعرض التي تنفذ أيضا شركتين أردنية وفلسطينية شركة تميم المعرض الدولية شركة إفنتف من فلسطين بصراحة على مدى الأوام الخمسة أصبحت هناك نوع من الشراكة ولنقول نوع من اللحمة حتى أكثر هذه الشراكة التي انعكست حتى على المصانع الأردنية ربما أبدأ من النهاية اليوم كنت ونحن قادمون للستوديو أتحدث مع زملائي من غرفة صناعة عمان ومع ساهم ومع منذر التميمي أنه في الأعوام الأولى كان دائما المشاركين عند سفر آخر يوم الجميع يسافر يعني مرتبطين فينا في الباص ودائما تقدموهم الوقت اليوم تسنيم أكثر من 50% من المشاركين أصبح لديهم أصدقاء وشركاء عمل يصروا أن يكونوا يستنونهم بالفندق حتى يخدوهم لقاءات وزيارات وهذا أكبر دليل على تطور المعرض عندما حدث بلغة الأرقام أنه معرض بدأنا من حوالي 100 مليون دولار كان حجم التبادل اليوم في 2018 وصل 207 مليون وهي أرقام مع أنها غير مرضية ولكن نرى أننا ذاهبون إن شاء الله في الاتجاه الصحيح وأن الأمور في تطور لسنة سادسة وسبعة إن شاء الله نعم يعني ربما هذا يشير الهدف الأساسي من المعرض ليس فقط ارتفاع هذه الأرقام في التبادل التجاري ولكن تعزيز أواصر بين الشعبين وبين الرجال الأعمال نفسهم بين البلدين بفلسطين والأردن اللي باعتبارهم أساس في المنظومة الاقتصادية ولكن إذا متحدثنا عن الأردن لماذا تصر غرفة صناعة عمان في كل عام ومستمرة وتصر أيضا على إقامته كل عام يعني بداية بسم الله الرحمن الرحيم شكرا لأخذ تنسي تسنيم وأيضا لجميع الزمراء في قناة الفجر ومشاهدي قناة الفجر في فلسطين كاملة الأسرار يأتي من عدة جوانب أولا هناك عدة رسائل ليحمل هذا المعرض هذا المعرض بعيدا عن الاقتصاد ولغة الأرقام هناك رسالة يحملها وهي رسالة التضامن رسالة السند الشقيق للشقيق كما تعرفين ويعرف الجميع الأردن هو السند لأشقائي في فلسطين سواء كان على الصعيد الرسمي أو على الصعيد الشعبي وبذلك أعتقد أن فلسطين تستحق كل ما هو جيد والشعب الفلسطيني يستحق كل ما هو جيد وهو شعب نموذج في كافة شعوب العالم وعليه فأن إقامة هذه المعرض خلال السنوات الماضية والسنوات العالية والسنوات القادمة لها دلايات سياسية وأعتقد أنه إذا ما تحدثنا في الشق السياسي نجد بأن الرابط ما بين الموقف الأردني الرسمي والموقف الفلسطيني الرسمي متطابق على أكثر من جهة وخاصة فيما يعرف بصفقة القرن هذا أولاً الأمر الآخر عندما نتحدث نتحدث عن الاقتصاد الاقتصاد للأردن اليوم محاصر سيئة اقتصادياً من عدة جوانب بسبب مواقف وتجاه الأشقاء في فلسطين يعني يريدون من الأردن الخنوع لتمرير بعض المخاططات الأمبريالية والصهيونية وهذا طبعاً شيء مستحيل يعني إحنا كان عنا مقولة في الأردن بنحكيها بالعامية يقول إحنا نوك لتراب ولا بنركع لترامب فهذا أمر يعني منتهيين منه فبالتالي عنا اليوم الأردن اقتصادياً كل ما كان الأردن اقتصادياً قوي هذا بنعكس على أخواننا في فلسطين اقتصادهم قوي يعني أنا أتمنى مثل ما كان في إقامة معرض صناعات أردنية في فلسطين نتمنى على الأخ محمد والأخوان في دولة فلسطين الشقيقة أن يقوموا بتنظيم معرض للصناعات الفلسطينية في عمان لأن اليوم الأردن ليست دولة شقيقة هي توأم يعني إحنا دائماً نحكيها بالعامية إحنا أهل كانوا قبل بيحكوا عننا ما كانوا يقولوا الأردن وفلسطين كانوا يقولوا الشراقة والغرابة هيك كان المصطلح الذي يستخدموه فبالتالي إحنا نتمنى يكون هناك معرض للصناعات الفلسطينية في عمان ومن عمان ينطلق تنصل الصناعات الفلسطينية إلى العالم لما تحمله من دلالات سياسية ومن ثم اقتصادية أكيد يعني وهذا كان له بصراحة بالغ الأثر في نظراً للوضع الاقتصادي سواء في فلسطين أو حتى في الأردن يعني هذا ضمن منظومة عالمية واضحة ولكن كان واضح جداً من الأرقام التي ذكرتها وذكرها أيضاً دكتور طارق الحموري وزير التجارة والصناع في عمان وقال إن هناك ارتفاع وهناك بعض الإجراءات أيضاً لأتبادل الأتجاري هذا العام أستاذ محمد ماذا يختلف عن الأواب السابقة يعني أنا أعتقد في كل عام هناك شيء يميز المعرض عن السابقة وهناك أمور تكون أوضح بكثير من الأواب السابقة يعني أهم ما يميز هذا العام خصوصاً هذه الفترة هو الاهتمام العالي على المستوى الرسمي يعني قبل حوالي شهر كان هناك زيارة دولة دكتور محمد اشتاية على رئيس وافد يمثل كل الوزرات للأردن ونلقاء مع جلالة الملك ومع دولة دكتور عمر رزاز وكان هناك توقيع على ثمن اتفاقيات بمعظمها اتفاقيات اقتصادية تمس الشأن الاقتصادي وتطوير العلاقات تبادل التجاري وهذه الاتفاقيات ما كانت مجرد يعني خلينا نحكي حبر على الورق بل استمرت من خلال الزيارة في هذا المعرض كانوا حارسين على هامش هذا المعرض وايضا وضع جدول زمني لتنفيذ هاي الاتفاقيات بمعنى انه هي ليست مجرد ارقام او اتفاقيات علاقات عام بل يعني تمس الشأن الاقتصادي وتمس حركة التبادل التجاري بين البلدين يمكن تسنيم انا بحب دائما يمكن في لقاءات انه انا احكي على مواقف في الزيارة الاولى لغرفة صناعة عمان من غرفة صناعة جينين بالتحضير كان هناك لقاة مع الاخ فتح الجغبير ابو عدائي رئيس غرفة صناعة عمان يعني يمكن اختصر كل الحكي بكلمتين يعني حكا لهم انه احنا فلسطين بالنسبة لنا بعيدة عن كل الحسابات يعني معرض الصناعات الاردنية في فلسطين بعيدة عن كل الاستثناء في الدعم احنا مش نتحدث عن الخامس احنا نتحدث عن خامس وعن سادس وعن سابع فلسطين بعيدة عن كل الامور يعني ما في نقاش بهذا الموضوع غرفة صناعة عمان وهاي النظرة الاقتصادية هي من عكست على تطوير هذا الامر يمكن نسهم كان بذكرنا هذيك اليوم انه في زيارتنا الاخيرة كان في وفد تونسي فكانوا حكونا انه نعمل لقاء مشترك انه نفس القاعة انه منلتقي الاخوة الفلسطيني وبعدها التونسيين فابو عدائي الاخ فتح الجغبير بحكي للفلسطينيين انه كان لقاء كثير ودي لقاء احنا كان قبل التوانسي فقالهم ما تستقربوا الان من تغير لهجتي بس يجي التونسيين لانه احنا الود اللي بيننا بختلف تماما طوال فهاي الامور يعني التفاصيل الصغيرة هي بصراحة ما معكس على المستوى الاقتصادي وعلى مستوى تطوير هذا الامر وهي ما زادت مسؤوليتنا على هذا الامر يعني التحدي بالنسبة لنا فعلا اليوم ان ما نتحدث انه على زيادة الكوتا بين فلسطين والاردن من 500 مليون لمليار معناته احنا لازم يكون في جهد اكبر واقوى من الطرفين يعني من الجانب الاردني ومن الجانب الفلسطيني لزيادة حجم الساطرات وعكس هذا الامر يمكن احنا توفير كل التسهيلات على مستوى انه ادخال الصناعات وكمان يمكن فيه دور مهم اعلامي انا بعرف سواء من خلال تلفزيون الفجر من خلال زيارتكم الاخيرة للاردن انه توفير الثقافة الاستهلاكي عند مستهلك الفلسطين وزيادة ثقته في الصناعات الاردنية وهما بدأنا نلمسه فعلا من خلال العوام الماضية وهو التحدي بالنسبة لنا للعوام القادمة ان شاء الله نعم يعني الحديث هذا كان واضح بصراحة من المستوى الرسمي سواء السعي لتوسيع نطاق على سبيل المثال السلع والحصص المدرجي ضمن الرسوم الجمركية بما يساهم في زيادة هذا التبادل التجاري ولكن استاذ ساهم لو تحدثنا بصورة اخرى هل برأيك اردنيا هذه المعارض ممكن تزيد القدرة التنافسية للمنتجات الاردنية على التطوير بما يساهم في دعم المنتج الوطني اكثر يعني شوفي اذا بدنا تحدث بلغة الاقتصاد انا حكيت لك ان احنا معرضنا في فلسطين بعيدا عن الاقتصاد معرضنا هو بيحمل دلالات سياسية دلالات اجتماعية دلالات على عمق العلاقة ما بين الاردن وفلسطين على مر التاريخ وليس على مر يعني سنوات بسيطة لا اسابقة الان المواطن الفلسطيني في ما لمسته في فلسطين ان المواطن الفلسطيني يضع الاولوية للمنتج الفلسطيني في حال عدم توفره يلجأ الى المنتج الاردني فورا لانه هذه ايضا تحمل دلالة سياسية بالاضافة للدلالة الاقتصادية في الاردن انا اتمنى يعني ان يكون هناك نفط معاملة بالمثل يعني ان كان هناك توجه لشراء المنتج الاردني اتمنى ان يكون البديل في حال عدم وجود منتج اردني ان يكون منتج فلسطيني السبب الرئيسي ان انا بهذا الامر ادعم الاقتصاد الفلسطيني وكذلك الاقتصاد الفلسطيني يدعم الاقتصاد الفلسطيني والاقتصاد الاردني فبالتالي يعني ضمن الجوقة وما نراها الان من اجواء متلبدة في المنطقة بشكل عام نعتقد انه التقارب الاردن الفلسطيني هو انتصار لنا جميعا واحقاق للحق وصولا باذن الله تعالى لفلسطين المحاضرة نعم الرؤية القادمة في الموسم القادم هل ستختلف قليلا عن هذا العام هل هناك سيكون امور وشركات مختلفة يعني هذا العام على سبيل المثال قابلنا احد الشركات كانت جديدة لما سألناهم انه انتوا ليش شاركتوا لأول مرة فهو قال احنا شفنا الاثر الايجابي اللي كان لشركات المشاركة في المعارض السابقة واحنا بناء على ذلك شاركنا التحدي القادم بنسبة لنا او رؤيتنا القادمة هي ضمن ثلاث مستويات تسليم المستوى الاول هي مثل ما حكيت زيادة الثقافة او الثقة في المنتج الاردني لدى المستهلك الفلسطيني سواء الفلسطينيين في الضفة الغربية وفي الداخل الفلسطيني وفي قطاع غزة التحدي الثاني وهو العمل على ايجاد زيادة تركيز على لقاءات الاعمال ما بين الطرفين وبحث نقاط او المشاكل المشتركة واجاد حلول لها يعني الامر لا يتعلق بمجرد انه نية الشراء موجودة مرات هناك مشاكل من نوع انه الاجراءات الاستيراد اجراءات مثلا التحولات المالية توفير بتعرف عملية التجارة تعتمد على اكثر من نقاط فبالتالي من خلال العام الماضي احنا سيكون هناك عمل على تنظيم على هامش المعرض اللقاءات مختصة لقطاعات اختصى يعني قطاع المقاولات قطاع المواد الغذائية قطاع الصحي مختلف القطاعات الشيء الثالث للتحدي لنا الثالث لهو الانتقال والتفاعل بشكل ايجابي من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وخلينا نحكي الديجيتال ميديا يعني الانتقال والتفاعل بشكل ايجابي من خلال اكثر واكثر العام هذا بدأنا ولكن العوام القادمة سيكون هناك شيء مختص بهذا الامر حتى يكون المعرض يمكن وإحنا جايين ساهم بيحكي لش ما يكون فيه معرض دائم معرض دائم دائما له حلانية ما بتكون فيه عندك مكان أو فعلا تكون موجودة خلال وسائل التواصل الاجتماع أو التي تجتعى على مدى العام كامل رأي الارضية الآن موجودة تسليم وهو التحدي القادم لإلنا ودائما نحن يمكن نشاطات العالهامش اللي بتصير مثل زيارات اللي ممكن تكون مثل مثل بالأمس كانوا موجودين في القدس الصور اللي ممكن تطلع النشاطات اللي ممكن يقوموا فيها الكثيرين دائما بتأخذ صدى واسع هي بتعزز العلاقة الاردنية في السنة وفعلا تنعكس حتى على مستوى الاقتصاد نعم يعني أنا بدأت أتحدث عن هذه الزيارات يعني إحنا العام والسنة كمان وفي كل عام دائما الوفد العردني يصر على زيارة القدس حضرتك سأل ساهم يعني أنت مختص بزيارة مقابر الشهداء أيضا ضمن استراتيجية معينة بين البلدين حكينا عن هذه الزيارات ليش فعلا أنتوا بتكون مصرين على هذه الزيارة للقدس شوف تسليم أنا بحبش لغة الأرقام أنا صحف اقتصادي من 21 سنة لكن ما يربطني فلسطين ليس الأرقام للأمان أنا ما يربطني فلسطين هو تاريخ كبير جدا من النضال بطولة وأنا بمشي بفلسطين أنا زلم ابن عسكري خدم في فلسطين 18 سنة وإنه جداد شهدة هون من قريتي في 57 شهيد من قرية واحدة فقط من قريتي جيت على فلسطين كانت للمرة الأولى يمكن أول ما تشرفت وكنت على أرضها مسكت التراب وحطيته على وجه وشميت التراب اللي زي المسك شميت فيه ريحة رجولة نخوة مروءة كرامة شجاعة كل الخصائل والصفات العربية موجودة في هذا الشعب ومجبولة بهذا الثراب تجولنا في كل مدن فلسطين وجدنا الشهداء الأردنيين في كل شبر من أرض فلسطين وعندما كانوا يأتون إلى فلسطين للدفاع عنها لم يكن قدومهم لأجل مكاسب شخصية يعني هناك قصص من البطولات تروى من أهل فلسطين أن غالبية الجيش الأردني لم يكن يريد الانسحاب من فلسطين ومنهم ما نستشهد لأنه قال بلعم نحن نجينا نستشهد يا نحللها أما نرجع مكسورين العلاقة ما بين الأردن وفلسطين ليست علاقة تجارة وصناعة وليست علاقة يعني كاش هي علاقة علاقة دم علاقة أزيز الرصاص علاقة هدير دبابات مجنزرات وأنا جاي أنا وأخوي محمد وقفت عند دير شرف عند المغفر القديم وصلنا إلى واد التفاح رحت على كفريت في يعبد في جنين وعلى عقابة في طوباس وعلى قبر حلوة في بيت لحم وعلى سلوان وعلى مناطق كثيرة جدا في فلسطين يعني تقريبا غالبية المحافظات من بيت لحم للغليل على رام الله على حتى القدس يعني أنا بالأمس كان هناك تحدي برفع العلم الأردني في صحن قبة الصخرة نعم شهدنا الصورة من عام 1967 لم يرفع العلم الأردني أمس يعني قلت لو كلفني على رغم أن هناك وصاية لو كلفني حياتي أنا بدي أرفع العلم الأردني أنا لما جيت أرفع العلم الأردني بعيدا عن أي أمور أخرى أنا أستذكر هنا عبدالله التل بطل معركة القدس في الثمانية واربعين أستذكر حابس المجالي بطل معركة باب الواد وبطل معركة اللاترون أستذكر الخصاونة قاسم باشا أستذكر كثير من الشهداء الأردنيين في وادة التفاع أستذكر صارح شويعر والشخامب والفقرة والعظمات في يعبد استذكر المومني وصباني سخر في كل منطقة في فلسطين هناك شهيد الجميل في هذا الأمر أنه قصص الشهادات هذه استشهاد تروى من الكبار السن ومن عايشوها لأبنائهم وتتناقل بمعنى أنا رحت على أكثر من قرية في فلسطين كانوا يحكونا كيف استشهدوا الشباب يعني أتوقع موريد الألفين بحكونا كيف استشهدوا لأنه هذا الدليل أنهم يحافظوا على الروايات وتناقلوا هذا أمر أمر آخر يعني للأمانة كل قبر شهيد يحظى باحترام في فلسطين وكأنه ضيف قدمة بالأمس من حيث النظافة من حيث نظافة المكان من حيث حتى الزيارة هناك أيضا يعني بعض الأشخاص في بلدية نابلس يقوموا في كل رمضان بتوزيع يعني في طروض خير أو حتى مساعدات للأسر المعووزة عن أرواح شهداء الجيش الأردني هذه العلاقة يعني أسمى من كل العلاقات الأخرى لأنها علاقة صادقة من جاء وقاتل على أرض فلسطين لم يأتي لأجل راتب أو يأتي لأجل أداء واجب معين بل إحنا يعني تعودنا حتى في قرانا كانوا يحكونا أنه شو علاقتنا في فلسطين كان قال فلسطين أرضنا وعرضنا والبدو زي حالاتنا نعرف شو معنى قيمة الأرض والعرض نعم صحيح يعني بصراحة المشاعر الحاضرة هذا اليوم هي واضحة بصراحة وفعلا يعني إحنا ما منقول شعب واحد مش شعبين هو بالفعل هو شعب واحد من خلال الأواصر والروح والروح المرتبطة بين الأردن وفلسطين وكما ذكرت الأزيال حتى الصغيرة يعني مرتبطة أنا أسمحيني أقاطك يعني أنا دائما أقول إحنا جميعنا بلاد الشام صحيح لكن العلاقة ما بين الأردني والفلسطيني تختلف عن أي شقيق آخر بالبلاد الشام نعم يعني أعتقد أن البعد الجغرافي هو كان له الدور الأكبر في هذا الموضوع لا 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 ليس الجغرافيا إحنا الجغرافيا تختصر عندما أتحدث أقول هذا فلسطيني لا يعنيني نهر الأردن أو لا يعنيني الضفتين بقدر ما يعنيني أن هذا فلسطيني بمعنى هي المجاز لمعنى هذا شقيقي تمام وقد تكون هي على النفس القافية لكن أيضا يعني هناك العلاقة العائلية يعني غالبية العائلات ما بين الأردن والفلسطين على مدى التاريخ كانت تتبادل السكن ما بين الغرب والشرق أكيد يعني بالغالب حتى معظم الشركات المشاركة المعركة كان لها إذا مشي الكل لهم أصول فلسطينية عائلاتهم أو البعض حتى في الأردن هناك اختلاط ما بين الفلسطيني والأردني أيضا داخل الدولة نفسها يعني هذا كان واضح جدا بصراحة الحدود الوهمية المرسومة هي فقط مجرد حدود مجتمع أكيد مصنعة وكان هذا واضح جدا لليوم ولألف سنة قادمة وحتى لنهاية الحياة بشكركم جزيل الشكر على هذا الحضور الرائع للحديث عن المعارض وعن المشاعر الأردنية التي لا تنتهي أيضا أنا بس تسليم بدي أحكي من أكتر الأشياء الرائعة يمكن اليوم هي أول مرة أنا وساهم نكون أمام الشاشة أو في لقاء مع بعض ويمكن هنا أنا بدي أوجه شكر من خلال الشاشة لحدة بره ليه لغة حلعة طويلة أنا رح أشكرها أه لا أعرف لا أنا مش علشان هيك بدي أشكرها لا عشان الصناع ولا إشي حلقة قبل حوالي ثلاث سنين وإحنا منحضر فهي بتحكي لي أنه بدي أرتب لك لقاء مع مستشارنا الاقتصادي للغرفة وإعلامي وحتى الرتب لأنها أشاف أنه أنا عندي بتقول لي أنا حاسه بشبهك في إيشي فالتقينا فمتطلع على بعض أنه شافين بعض سهم أنا وياك قبل ثلاثين سنين يكونوا مع بعض في اليمن والله واللي جمعنا لقاء في المعرض ومن يوميتها بدأت العلاقة وكأنه ما بعدنا عن بعض وكأنك استكملت استكملت اللقاء بنفس الطريقة ويمكن هاي يمكن تأكيد على هذا الأمر وقداش أن الفرحة غير مصطنعة يمكن أنت حكيت هالمشاعر قداش موجودة أنه ما فيها تأليف ولا فيها وأنه فعلا بالعفوية وأنه هاي هي العلاقة وهي صدقيني تحدي بالنسبة اللي بتحكي لها الرؤية أنه منتمنى لو عشرة بالمئة اقتصاديا ينعكس على العلاقة صدقيني أنه نحن حققنا كثير من الإنجازات من هذا الموضوع أكيد دائما طالما هناك شخصيات مثلكم وهذه العلاقة القوية بصراحة أكيد رح يكون هناك إنجاز دائما في الأيام القادمة وسنوات القادمة أشكر مرة أخرى لكم الأستاذ محمد خريس مدير شركة إفنتيب المنظمة لهذا المعرض ونتمنى لكم المزيد من المعارض ليس الصناعية فقط ولكن في مجالات أخرى والإعلامي الأردني سهم عباد شكرا جزيلا لحضورك اليوم بحب أشكر أيضا